هيا جميعا عاملين ايه and welcome to our vlog beauty and biotechnologists قصة اللي ما تعرفناه شاريت تعملوا follow والايك للإنستغرام والفيسبوك أكاونت بتاعنا وتسوش تعملوا وسبسكرايب لليوتيوب تشانل ويلا نبدأ بالطبك الجديد يلا الطبك النهاردة عن الزيوت طبيعية ممكن تستخدموها وشعركو وهتفيد شعركو جدا جدا كمان الزيوت دي للرجالة والستات والبنات الاثنين لأي حد عادي تستخدموها وهتفيدكو جدا 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 طيب جماعاتي هنكلمكم عن زيت الجرجير وده بجد من أحسن زيوت اللي أنا وسلم أجردناه هو فعلا زيت جميل جدا وعنده فوائد حلوة اوى انا ملقتوه عند العطار ولا انا ولا سلمة فاحنا لقناه عند نفرتاري هتلاقوه في اي مول من المولات اللي حواليكو الناس دي بجد تعمل زيت الجرجير بطريق 100% فهو صحي جدا وما فيهوش اي كاميكال وما فيهوش اي حاجة فهو لطيف قوي ان تستخدمو الشعر طيب هنقولكو بقى اعلى فوائده اولا هو عنده كمية مضططة اكسادة عالية وكمان عنده بويتمينز ومينرز كتير جدا عنده زينك والزينك ده بيحافظ على الشعر من ان يجيله اي انفكشنز زين البكتيريا والفونجس اللي انا كنا نتكلم عنها في الثيوتة اللي فاتت كمان هو بيساعد قوي ان على نمو الشعر بيطول الشعر قوي بسبب انه عنده كبيرة جدا هو كمان بيقلل من تساقط الشعر ومن ان الشعر يبقى نشف بقى وجاف ايو جمال شن هو فعلا بيردب الشعر الجاف والشعر المؤصف وكمان بيساعد انه هو بينضاف الفروط الروس كويس اوي كمان ممكن يكون بي نضافه احسن من الشامكو وبيبتي كده لمعة ونضوره للشعر وبتحس ان الشعر نعم اوي وفي نضوره كده اوكي كاين تاريت الاستخدام تحطوه كويس على تدعكو بي فروط راسكو وبرده زي ما قالنا اوكي بالضبط انا و سلما جرمنا ان احنا نعطي ساعة او ساعتين في اليوم بس لانا ما بتديش الافاكت اوي لما بتسيبه طول الليل ونخسره السب بصراحة جماعة ان انتو تناموا بي افضل بكتير من انتو تقعدوا بي كم ساعة في مدار اليوم وكمان رحته لطيفة مشوشة ونش هتضايقه وهو خفيف اصلا ونش هتحسوا انه فيه حاجة كده على شعركو ونضايقه وزي ما قلنا قبل كده ممكن برضو تستخدموا مع الكاستر اويل هيديكو افاكت حلوه جدا قلنا عشان الكاستر اويل تقيل شوية ممكن تخفيفه بزيت الجرد اوكي يا جماعة الزيت اللي هنه نكلمكو عنه دلوقتي هو زيت بزور العنات اللي هو الكريب سيد اويل ده ايه مميزاته بقى فيه حاجات اسمها اموليونس مميزاته مميزاته تجموز تجموز كأنها بالسم للشعر تمام وفيها مضدت للأكسادة وننترات بتغذي الشعر وفروط الروس يساعد في علاج الهايشين وفي تقصفوت الشعر والاويل لا يزيد شعركه فالناس الذين شعرها يزيد بسرعة و لا تخافوا من راحته يساعد ان الشعر لا يكون في قشرة يساعد ان الشعر تروح و يقلل من التهابات فروة الروس مثل الإجزيمة يساعد ان الشعر دي اتش تي يساعد ان الشعر يقع لنا هيرلوس يساعد ان الشعر يقع لنا هيرلوس ان الشعر يكون عالي قوي من البايتامين يساعد فروة الروس بهذا الشعر يقوم بهذا الشعر يقديم يساعد ان الشعر يقع لنا ثم قوي يساعد ان الشعر يقع لناه اكتبه مع البلسم لشعرنا ممكن تحطوه كمان في إزازة البلسم زي ما قلنا عشان خاطر يعني هو بيخلي الشعر بجد بيلا معانا عالي جدا وبيبقى في نضارة وبيبقى مسترويزد قوي ده بتعملوا ايه؟ انتو بتحطو البلسم او ممكن تحطو كمان بحمام الكريم على فكرة ممكن تحطوه على شعركم بعد ما تخسوه شعركم من الشامبو بتحطوه شوية على شعر وبتسيبوه لمدة خمس دقايق او عشر دقايق كده قبل ما تخسوه جسموكو بتاع وبعدين تروحو شاطفينو بس بمية ساقعة لان المية الساقعة بتساعد في المخ فبالتالي بيساعد برضو ان انتو ايه؟ شعركو يتقل ويطول للناس اللي عندها قشرة تستخدمو ازدائي تبدأو تحطو من الزيت ده شوية فروط روس لنعقو كده وتعملوا مساج وتسبوه احسن انه على بالليل تناموا بيه وكده وتصحو تاني يوم تغسلوه هو ساعتها بقى بيبدأ يقلل من نسبة القشرة اللي بتبقى موجودة فروط الراس انا هنكلمكو عن زيت شجرة الشاي او ممكن نقوله تي تري اويل هو بيساعد القوي في ان هو ينظف فروط الراس جدا من اي بكتيريا او فونجس كمان هو بيساعد جدا في ان هو يتقل ويطول الشعر وعنده قابلتي هائلة جدا ان هو بيهدي فروط الراس من اي التهابات او هرش او حكا زي ما نقولوها هو بينفع كل المشعر والناس الفروط الراس هو حساسة شويتين ما يحاولش يكتر من الزيت ده عشان هو تقين شويتين على فروط الراس اوكي جماعة كمان هو اس ايديل فور ريبيرنج الهير اوكي يا جماعة طريقة الاستعمال هتخلطوها مع كارير اويل علشان هو اسانشيل اويل فهتاخدو ثلاثة دروبس منو وتخلطوها بقى مع اي زيت احنا قولنا قبل كده زيت الجرجير اوكي الووتر كرس اويل وبعدين هتعملو بوردو مساج للسكالب بتاعكو كده بالاويل وتغسلو بعد نصف ساعة تقريبا ما تسيبوهش كتير اوكي جماعة لو عايزين ممكن بوردو تحطو مع الشامبو بتاعكو او الكنديشنر البالسام تحطو يدوبك عشرة دروبس من الزيت ده وتستخدموه بانتظوم عادي اوكي جماعة اخر زيت هنتكلم عنه النهاردة هو الروزميري اويل اوكي اوكي او الزيت ده بيساعد جدا على نمو الشعر ان الشعر يطول بسرعة اوه علشان هو بيحفز البلود شيركيليشن في السكالب بتاعكو لما تيكو تحطوه في فروة الروس ده بيحفز ان الشعر ينمو طريقة اسرع اوكي كمان بياخر ان الشعر الابيض يظهر يظهر لكو بدلي وكمان بيحفز على لون الشعر جدا كمان ممكن تستخدموه لكل انواع الشعر عادي وكيش اي مشكلة خالص انتو هتسخنو شوية زيت زتون او زيت جوز الهند مع حبة من الورق الروزميري الميشف لمدة دقتين تاليته كده عبال بسمة الروزميري يبدأ ينزل من الزيت بتاعه بعدين هتسيبوه على جمع يهدأ وتصفوه وتدهو تحطوه على فروة راسكو وتسيبوه طول الليل وتصفوه تاني يوم تخسلوه هتسوفو فرق شاسع بعد ما تبضلوا عليه يعني حاولوا تبضلوا على الزيت دي كلها لمدة شهرين تلات شهور وتحاولوا ما تستخدموش كل الزيت مع بعض زي ما قلنا لكم حاولوا تخلو كل حاجة وليها وقتها ممكن تبدأوا بزيت معين مدة تلات شهور بعدين زيت معين تاني لمدة تلات شهور وهكذا التجديد بيبقى حلو لفروة الرس كمان يا جماعة زي ما منا قيلت كل ما تجربوا زيت لازم تشوفوا الأفاكت بتاعتو عاملة ازاي وبعدين في الاكر شوفوا اي اكتر حاجة بتفيد شعركو بتجنزي وبتطولو بتعملكو الحاجة اللي انتو عايزينها واستمروا عليها شكرا لكم بشاهدة ويراب يكون عجبكو استفدتوا من طابك النهاردة واستنونا في طابك جديد ان شاء الله شكرا لكم اوكي جماعة لو عندكو اي اسئلة ابعتولنا او اي استفسارات او اي حاجة انتو عايزين تتكلموا عنها يعني بخصوص الطابك ده و بخصوص اي حاجة تانية ممكن تبعتولنا على طول و احنا هنروت عليكو اسون ازوي كان اوكي و لو عجبكو الفيديو ده تعملوا لنا لايك و تعملوا لنا الشير فيز و كلزوجوتوا طايبين ووكي ووكي و ك Certains Canon